بدايته كانت ليه وانهيته كانت لأمتى ليه الإسماعيلي في الحال ده والحد إمتى هيفضل في الحال طبعا يعني الموضوع الإسماعيلي ده عشان نتكلم فيه ونطلع بحلول للنادل إسماعيلي لأن اللي حصل للنادل إسماعيلي مش من والدة اليوم أو بداية السيزن الحالي تم من سنتين ثلاثة أربعة يعني عشان نتكلم في حلول للنادل إسماعيلي على ستة شهور يعني نعد في النادي شركة كده الناس بتخطط وزي ما كنا بنتكلم في نعد نخطط نشوف السلبيات الإيجابيات الفرص المتاحة إيه اللي حصل لازم النادي كله تدرس كده من أوله كده ونحط بلان جديد وتشتغل عليه وتزبر طبعا ده أنا عايزة بسط الفكر شوي عشان اللي بيسمعنا يعني بمعنى هل النادي الإسماعيلي هو أزمة فكر ولا هو أزمة قيادة ولا هو أزمة سلوك ولا هو أزمة فاعلية وعدم انتجية النادي الإسماعيلي آه كل ده اتجمع على النادي الإسماعيلي للأسف فانت النهار ده عشان تشتغل لازم تعرف هل ما كانش فيه تخطيط فعلا لأن النادي الإسماعيلي من فريق أول لناشئين لتأهيل كوادر لكذا 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 طب هل ما بقاش فيه انتجية آه ما فيش انتجية أنا النادي الإسماعيلي ما فيش تصنيق فيه أزمة تخلف طب ممكن أسهلها للناس شوية آه عشان الناس لو تريد تفرج عليك هتقول لك كابتن حمزة قولينا من الآخر نعم هي كانت أزمة إدارة ولا جاء أجهزة فنية ولا لعبين ولا الأزمة فين آه كله كله آه طبعا آه كله القيادة ايه تخطط الإدارة الإدارة طبعا لازم كانت يبقى فيه مشروعة والنادي إسماعيلي لازم كان يكون فيه مشاريع وليس مشروعة ده اسم كبير النهار ده النادي إسماعيلي آه كان هو المعيار والترمومتر أداء الدور المصري ومنتخبات الناشئين والشباب والقلومبي والأول صح مش كده قال لي صح وكان هو اللي يمد الأندية الكبيرة والصغيرة باللعبة اللعبة النادي إسماعيلي صح فده مش موجود يبقى احنا النادي إسماعيلي كان في المقدمة حتى اللحظات الأخيرة ويأخذ تالي تالي رابع صح كده فبقى فيش انتاجية فيه تخلف فيه تراجع اللي وراء فعشان نرجع ده لازم هننسى الماضي شوية ولازم نشتغل على الحاضر يعني بيسموها سمارت جولز يعني أهداف ذكية للنادي الإسماعيلي في الحاضر الآن أهداف محددة أهداف محددة سميسيفيك زي بقوله يعني ما تفتحش قوي آه يعني ما تقولش مثلا عايز دي وعايز دي وعايز دي وعايز دي آه لا أنا روح هاخد هدف أو هدفين واشتغل في الوقت الحالي كنا أنا كلمته ده في المستقبل صح ده مستقبل ان احنا هنجهز للنادي الإسماعيلي هم تخطيط يفيد للنادي الإسماعيلي على مدار الفترات اللي جاية صحيح مش فترة صحيح انما اللي احنا لازم نعم وانت لازم تشتغل الماضي خلاص مش هتكلم فيه الماضي ده أنا هاخد منه اللي أنا عايزه اللي أنا هستفاد منه عشان أجهز للمستقبل واشتغل على الحاضر الحاضر دلوقتي اللي هو المهم جدا لنادي إسماعيلي مهم جدا لا هقعد في الماضي الماضي لأخلاص بالنسبة له غرفة مظلمة لو عدت الماضي الماضي وحصل 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 لا لا ده أنا عدت في غرفة مظلمة بالنسبة ليش هخرج منها صح والمستقبل ده عشان أكمل فيه واروح فيه مش عاقب هكمل ولا مش هكمل طيب الحاضر اه اه اهداف محددة واهداف لها زمن واهداف واقعية لازم تتعامل زي اياكبت الفريل اول طبعا اه يعملو في الفريل اول لازم تكون فيه تدائمات قوية جدا اه لازم تكون فيه تدائمات قوية حاملت كاللوقتي في المسم ده اه خلاص لإسماعيلي في أزمة اه طبعا ما هو انت مش هتلقى ماشي في واتشر اللي جاي اه اه يعني اترحل اه عشان المنتخب طبعا ما تمامل التوفيق اه انت لازم تعمل اهداف ايه الاهداف المحددة بالنسبة للحالي انه لازم اجيب مجموعة او خمسة من خمسة او ست لعبين متميزين لنادر اسماعيلي ده مبدئيا مبدئيا اه بعد كده انت مع اللعابة اللي عندك ممكن اجيب عنصر او عنصرين او ثلاثة متميزين بالدرجة التانية كمان معهم ممكن اصعب بعض من الناشئين الوهدا اللي طالع الجديد اسمه عبد السماعيلي اللي لاتش سموحة مع عنصر او عنصرين منها الاهمية محترفية هم هل انت كونت فريق محترف ده خلاص دي اهدافي محددة ها هم طب انا جبت اللعبة دي خلاص كده ما عملت اللي عليا لا اللعبين دولهم ادارة مش ادارة اللي فوق ادارة فنية وادارة ادارية تحت انا بتكلم على الاجهازة اللي تحت بقى ازاي ادرهم فني ازاي انا اخلي النادر اسماعيلي منظومة دفاعية ده مهم جدا ازاي دافع في الملعب كفريق ازاي اخلي النادر اسماعيلي منظومة هجومية عنده منظومة هجومية كويس ازاي ادير قضية اللبس ازاي اعمل اجتماعيات مع اللعبين ازاي اخلي اللعبين دول عقلية وحدة عقلية قتال عقلية وحدة في العدل في القتال داخل الملعب في المساواة ما بين العقلية عقلية وحدة النادي بقى راح في اتجاه عقلية وحدة الصخرة دي بقى ادارة اشتغلت وفرت لعبين اجهزة تشتغل ده ياهلوا اللعبين فنيا بدنيا نفسيا اجتماعيا كل ده لازم يتعامل في الفترة الحالية لان هي دي الفترة زي يقول يعني يعني افضل فترة لنالس نقلل في الفترة الحالية لكن السيزون انتهى وهتبدأ سيزون جديد انت عندك اكتر من شهر وعشر ايام وعندك فرصة انك تجيب لعبين وعندك فرصة انك تعملهم اعداد كويس وعندك فرصة كسر ربطة هتلاعب كمان مش هتعمل مطشرة يعني ودي يعني يعني حاجة كده بسيطة لأ ده مطشرة هتبقى في منتها القوة يبقى عندك لما تجيب اللاعبين ويتأهله كويس فنيا وبدنيا وعقلية واحدة وكل ده اللي هي الاهداف الحالية اللي هو الحاضر ده اعتقد يعني في الفترة ما بعد الاقاف النادي الاسماعيلي يظهر بصورة غير الصورة اللي ظهر بيها في السبع مرات البلان دي او الاهداف اللي حالك بتقول عليها هدي قدمتها النادي الاسماعيلي وانت جاي تشتغل كمدير فني للفريق لا انا مقدمتهاش انا اعرف اشتغلها وفيه اكتر من كده يعني ده كلام لا انا اوصل يعني انت مش اكيد اكيد طبعا هم اتكلموا طلبت عدد من اللاعبين احنا كلامنا كلام عام اه احنا النادي الاسماعيلي يحتاج كذا وكذا 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 بس ايه اكتر الملاكز اللي فراه حتى بدون تسمية يعني اللي محتاج الزمالك فيها دعم كلعبين والله محتاج يعني مساق قوي محطاج ارتكياس قوي محتاج طرفين برضو كويسين محتاج عشرة ومحتاج فور ورد واحد تحت الفور ورد يخبر دول مهمين جدا محتاج فرقة يعني اه طبعا مش فرقة مع اللي موجود اه بصا مع اللي موجود النادي الاسماعيلي ما تشوف تبص عليه كمنظومة دفاعية سهل انك توصل له جدا مش كده صح وكمنظومة هجومية فها صعوبة انه بيحرز ففي مشكلة بس انا لما جبت لعبين مش شرط اللعبين دولهم ادارة كريمة ايوا دولهم ادارة ادارة جوه في الملعم ازاي اطور اللعبين